الدرس السادس وظف مكتسباتي وأقيمها واحد قررت جارتنا تشديد ستائر قاعة الاستقبال فوظبت على ادخار دينار واحد يومياً على امتداد أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بلغ ثمن الستائر 98 ديناراً فخفض فيه التاجر 4900 مليماً هل يمكن لجارتنا أن تشتري الستائر؟ أعلل إجابتي لمعرفة هل لجارتنا أن تشتري الستائر أم لا يجب أولاً احتساب المبلغ المدخر خلال الأشهر الثلاثة من ثم مقارنته بثمن الستائر بعد التخفيض المبلغ المدخر على امتداد أشهر أكتوبر 31 يوماً ونوفمبر 30 يوماً وديسمبر 31 يوماً مجموع الأيام إذن هو 92 يوماً إذن المبلغ المتحصل عليه يساوي المبلغ المدخر في اليوم الواحد في عدد مجموع الأيام خلال ثلاثة أشهر عدد الأيام يساوي 92 يوماً بالتالي المبلغ الجملي المدخر يساوي ألف مليم أي دينار واحد في 92 يساوي 92 ألف مليم أي يساوي 92 ديناراً ثمن الستائر بعد التخفيض يساوي الثمن الأصلي للستائر ناقص ثمن التخفيض أي 98 ألف ناقص 4900 يساوي 93 ألفاً ومئة مليم بعد إجراء العمليات الحسابية نلاحظ أن ثمن الستائر بعد التخفيض يفوق المبلغ المدخر طيلة ثلاثة أشهر لأن 93 ألفاً ومئة مليم أكبر من 92 ألف مليم بالتالي لا يمكن لجارتنا شراء الستائر إثنان يملك فلاح قطعة أرض مستطيلة الشكل قيس عرضها عشرة أمتار وقيس طولها يفوق قيس عرضها بأربعة عشر متراً قرر أن يحيطها بثلاثة صفوف من الأسلاك الشائكة تاركاً مدخلاً قيس عرضه ثلاثة أمتار ألف أبحث عن قيس طول محيط قطعة الأرض قيس محيط المستطيل يساوي طول زائد عرض في اثنان لقيس المحيط يجب معرفة الطول بحساب المتر مثل ما جاء في المعطى فقيس طول قطعة الأرض يفوق قيس عرضها بأربعة عشر متراً أي الطول يساوي عشرة زائد أربعة عشر يساوي أربعة وعشرين متراً إذن قيس المحيط يساوي عشرة زائد أربعة وعشرين في اثنان يساوي أربعة وثلاثين في اثنان يساوي ثمانية وستون متراً باء أبحث عن عدد لفائف الأسلاك ذاتي واحد هيكتومتر اللازمة لتسييج هذه الأرض واحد هيكتومتر يساوي مئة متر كما جاء في المعطى أن الفلاحة يريد تسييج قطعة الأرض بثلاثة صفوف من الأسلاك الشائكة علماً وأن قيس محيط قطعة الأرض بعد قيسه ثمانية وستين متراً بالتالي طول الأسلاك اللازمة لتسييج قطعة الأرض بالكيفية المطلوبة يساوي ثلاث مرات قيس محيطها دون احتساب قيس عرض المدخل أي ثمانية وستون في ثلاثة ناقص ثلاثة في ثلاثة يساوي مائتان وأربعة ناقص تسعة يساوي مائة وخمسة وتسعون متراً إذن عدد لفائف الأسلاك ذاتي واحد هيكتومتر اللازمة لتسييج هذه الأرض يساوي لفيفتين باعتبار مائة وخمسة وتسعين متراً أقل من مائتي متر جيم أرسم مثالاً لقطعة الأرض وأحدد مدخلها معوضاً كل اثنان متر بواحد سنتيمتر على الرسم الطول الحقيقي لقطعة الأرض يساوي أربعة وعشرين متراً أي اثنى عشر سنتيمتر على الرسم لأن اثنان من الأمتار يساوي واحد سنتيمتر على الرسم بالتالي أربعة وعشرون مقسومة على اثنان يساوي اثني عشر العرض الحقيقي لقطعة الأرض يساوي عشرة أمتار أي خمسة سنتيمترات على الرسم عرض المدخل الحقيقي يساوي ثلاثة أمتار يساوي واحد فاصل خمسة سنتيمتر على الرسم إذن الرسم المثالي لقطعة الأرض يكون كالتالي ثلاثة لصنع فستان تحتاج خياطة إلى واحد متر وخمسة وعشرين سنتيمتراً من القماش باثني عشر ديناراً للمتر الواحد وزرين ثمن الواحدة أربعمائة وخمسة عشر مليماً خاطط الخياطة أربع فساتين وباعتها محققة ربحاً جملياً قدره خمسة وعشرين ديناراً أبحث عن ألف ثمن القماش لحساب ثمن القماش يجب أن نبحث أولاً عن طول القماش الذي نحتاجه لخياطة أربعة فساتين لأن ثمن القماش يساوي ثمن المتر الواحد في طول القماش اللازم لخياطة أربع فساتين طول القماش اللازم لخياطة أربع فساتين نقوم بحسابه كالآتي طول قطعة قماش الفستان الواحد بالمتر في أربعة واحد متر وخمسة وعشرين سنتيمتر يساوي مائة وخمسة وعشرين سنتيمتر مائة وخمسة وعشرين سنتيمتر في أربعة يساوي خمسة أمتار إذن ثمن القماش يساوي إثنى عشر في خمسة يساوي ستين ديناراً باء ثمن الأزرار ثمن الأزرار يساوي العدد الجملي للأزرار في ثمن الزر الواحد العدد الجملي للأزرار يساوي عدد الأزرار بالفستان الواحد في أربعة يساوي إثنان في أربعة يساوي ثمانية أزرار بالتالي ثمن الأزرار هو ثمانية في أربعمائة وخمسة عشر مليماً يساوي ثلاثة آلاف وثلاثمائة وعشرين مليماً جيم ثمن بيع الفساتين الأربعة علماً أن خمسة وعشرين ديناراً هو الربح المحقق من بيع أربع فساتين فإن ثمن بيع الفساتين الأربعة يساوي ثمن القماش الجملي زائد ثمن الأزرار زائد الربح الجملي أي ستون ألفاً زائد ثلاثة آلاف وثلاثمائة وعشرين زائد خمسة وعشرين ألفاً يساوي ثمانية وثمانون ألفاً وثلاثمائة وعشرين مليماً